هو يتعلق بتأهيل محطة تجميع وضخ الماء الخام في محطة R0 اللي هي المحطة الرئيسية لمياه الأنهر اللي هي تأتي له بالتأكيد مياه البدعي سموها اللي هي منه الفرات اللي هي الضخ في هذه المحطة بشكل رئيسي ماء صالح للشرب بس يحتاج إلى تصفية اللي هو مجموعة قرارات اللي هو الشراء ونصب ملايق عن 20 مضخة مجموعة المضخات حدود 47 بالموقع نفسه 27 أو 28 مواقع جانبها أيضا توصل إلى 47 مضخة 20 مضخة تحتاج إلى تجديد لأن بعضها قديم جدا وبعضها ربما عاطل وتم تكليف محافظة البصرة بتأمين ذلك ويتم تمويل هذه المبالغ فورا الأمر الثاني وفعلا هو تم الآن البحث والآن تقريبا 20 أظن مضخة تم العثور عليها يعني جديدة القرار الثاني تكليف شركة الفارس من وزارة الصناعة والمعادن بتصنيع المشبكات لعزل الأعشاب والنباتات اللي هو سكرين اللي تنشر على مواقع ثلاثة يتعرفون هذا ماء البدعة يأتي يحتاج إلى سكرين إلى مشبكات حتى تمنع الخضروات التي تعيش في الماء العشاب التي تعيش في الماء من سد المضخات ومنعها من الضخ وهذا يحتاج ثلاثة أماكن للأسف القيناة هذه لا تعمل بشكل صحيح تصميمها مصحيح ما بها رافعات هذا كل مشروع جديد بفترة سريعة وأيضا ما يحتاج أيضا خبرات كبيرة من السوق المحلية ممكن استخدامها وهذا جزء يعني ما يحتاج رئيس وزراء يزول موقع محلي من مسؤولية المحافظة مسؤولية هناك جهة حتى يكتشف حتى يصحح يعني للأسف يبدو كثير من المسؤولين المحليين حتى ما زايدين الموقع وما شايفي فيه الموقع استراتيجي لمحافظة البصرة ومننا يأتي مع البصرة الأمر الآخر هو زيادة المنحة المخصصة لمنسوبي المحطة اللي يطلبون منحة يعملون 21 واحد أنا وافقت عليه ليردون تقسيصات إطعام ويردون تقسيصات ساعات إضافية هذا مشروع استراتيجي ولازم ننطيهم هذا حقهم لن يعملون ساعات طويلة وأيضا يأتون من الأماكن من البصرة يحتاج لها طرق ونقل وأيضا وزارة النفط تتولى دعم من الشركات النفطية العالمية محافظة البصرة لصيانة وتأهيل محطات البراضعية وشطر عرب وبالخصيب وإضافة وحدات تحلية هذا ممكن يكون سريع جدا نتكلم الآن لن بعضها مشاريع سريعة خلال فترة قصيرة تنجز وأيضا قيام محافظة البصرة باستبدال مقطع هذا قد يأخذ فترة أطول 30 كيلومتر في قناة البدعال اللي هي كلثية يسترب منها الماء هذا المقطع نستبدله بأنابيب وهذا قرار مجلس الوزراء احنا قرارنا بالبصرة واليوم دعم مجلس الوزراء هذا القرار ولو عدنا صلاحية في مثل هذا القرار وهذا ممكن يصل إلى 80 كيلومتر نبدأ بـ 30 كيلومتر بعدين يصير 50 كيلومتر أخرى حسب المرحب بس الأهم هي 30 كيلومتر لنهاي الأرض الجبسية ويجب أن تستبدل بأنابيب حتى الماء يصل بالكامل إلى محافظة الوصلة وأيضا تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن بتنفيذ خط ناقل الماء من شمال القرنة القرنة عفوا إلى قضاء شط العرب هذا مشروع يطول أيضا أكثر مؤاني بس ينفع بتوفير مياه صالحة للشرب أخرى إلى البصرة من المصدر الثاني مو فقط من المصدر واحد إحنا الآن سياستنا نريد نعدد الأماكن اللي يأتي منها الماء للبصرة إذا تعلق الأحد واحد مو نحرم البصرة من الماء هذا موضوع بصراحة مهم أنا هم استغرب ليش الإدارات المحلية السنين كلها ما سواء ليش بالسابق ما حد عملها فجأة تقع على رؤوسنا مشكلة كبيرة لسنوات عديدة يكون نعالجها مرة واحدة وهذا اللي صار بصراحة في البصرة وأيضا قيام محافظة البصرة بمد وصيانة الخطوط الناقلة من المحطة الرئيسية في محطات التصفية في المدينة إضافة إلى مدخط رابط من محطة المدينة الرياضية وربطه بشبكة التوزيع بطول أربع كلمتر بلاشنا هذا به الآن اليوم بلاشنا الأنابيب موجودة وهذا في الموضوع أيضا كان بسيط يساعد أجزاء كبيرة من محطة البصرة هو خط موجود والماء موجود فقط أربع كلمتر حتى يصل أيضا العمل على تأمين خط ناقل المجاري أو إعادة تأهيل موجود منها هذا كلفنا بها وزارة الصناعة والمعادن ليعدهم الشركة متخصصة بهذا الإطار جابونا تقدير التقدير مليار وشوية دينار يعني مليون دولار ما معقول المجاري كانت تنضب شط العرب يحتارون الشون ويعني هذه مجموعة اختصاصات وأعمال أرجع أقول كان ممكن إجراءه وهي من اختصاص ومسؤولية الحكومة المحلية في البصرة لأن الصلاحيات تم نقلها للبصرة صحيح وزارة العمار وستكان وبرديات تأخرت صلاحيات الدوار الأخرى انتقلت البصرة من السنة الماضية تأخرت في بداية هذا السنة تم نقل الصلاحيات وكل التقصيصات وكان ممكنها يعملها خلال شهر هذه الأعمال كلها خلال شهر قبل موسم الصيف حتى لا صير هذه الأزمة المائية اللي عانينا منها وأيضا المواطنين عانوا منها أيضا تركنا هناك بصلاحة خلية التي ترتبط برئاسة المباشرة وترتبط بالفريق اللي هو لجنة العليا برئاسة رئيس مدستوراء لأعمال وخدمة المحافظات لا زالت تواصل هناك المتابعة لنريد نتابع بشكل مباشر التنفيذ حتى أي إعاقة نرفعها بشكل صحيح أيضا فيما يتعلق بالتعيينات المحارسة البصرة هي المسؤولة الآن عن هذا الموضوع ووزاة المالية تطلب منها تحديد بالضبط ما هي الدرجات بأي محافظة لأنهم اللي سووا الإعلان وجمعوا وقالوا أنه بوابوغة يحتاج سرعة تعيين هؤلاء لأن موجود الأسماء وتحديد الوزارات اللي عندهم أو الأماكن اللي عندهم في محافظة البصرة اللي هي على المستوى المحلي فيها حركة ملاك حتى يتم تعيينهم فورا وأيضا لتشجيع تشجيع الاستثمار في محافظة البصرة قد تم تقديم مشروع في أنمو موجود في البصرة مشروع المفتية يسموه الإسكاني والسياحي اللي هو على شط العرب مناطق واسعة ألاف الدونامات اللي الآن غير مستخدمة تتحول إلى مدينة حديثة ومدينة متطورة تغير وجه البصرة بشكل كبير اليوم مجلس الوزراء وافق على حالة إلهية الوطنية الاستثمار لدراسة وتقديمة أخرى لمجلس الوزراء اليوم أيضا من القرارات هو إعفاء المدارس أو الكتب المدرسية من الرسوم الدمورية فيما يتعلق خصوصا كتب اللغة الإنجليزية التي تطبع في الخارج ومجلس الوزراء صادق على ذلك أيضا تمويل في عدن مضخات غاطسة وأخرى مضخات في الثرثار تعرفون الثرثار بخزين مالي هائل الشحل مائية مستمرة للأسف ولا نعلم متى تنزل موسم الأمطار متى يكون لا نعلم في بلاد المنبع هل يكون هناك ثلوج أو يكون أطلاقات مائية إضافية فإحنا نريد نستفيد من الثرثار ممكن الثرثار يطلق أيضا موارد مائية إضافية لأننا في الوقت الحاضر الآن نأخذ ماء مننا إلى حد معين بس مستوى الماء من خفض فيحتاج لنا مضخات عائمة وغاطسة حتى نستطيع نسحب الماء من داخل الثرثار وهذا ممكن يوفر لنا أربع مليار متر مكعب وهي كمية جيدة إذا تأخر المطر نحتاجها وهذا اليوم تم المضخات الآن في تقريبا تنتهي يحتاج إيصال الكهرباء بحدود 38 كم بعد الكهرباء داعش عندما سيطلت على هذا الموقع خلال فترة دمرت كل المحطة الثانوية ويحتاج إلى تقصصات إضافية اليوم من جسد صادق على هذه التقصصات وأيضا من ضمن القرارات الأساسية هو زيادة تقصصات رواتب مقاتلي هيئة الحج الشعبي الأبطال إحنا وعدنا قبل فترة طويلة بتعرفون بالموازنة ما سمحنا أن ننظيف تقصصات إلا بالأشرر الثلاثة الأخيرة من السنة وإذا رح يبدأ في 11 في الشهر القادم إن شاء الله رح تطلق زيادة رواتب مقاتلي هيئة الحج الشعبي لأن يكون تتساوى مع رواتب منتسبي باقي القوات الأمنية وهذه متحددة بالموازنة لم أقدر أن أصرفها سابقا حاولت أجد سبل أخرى قانونية حتى أصرفها غرقها علينا بالموازنة ما وجدنا إلا هاي لعدنا صلاحية الصرف مو خصوصا للحج الشعبي بس عدنا صلاحية الصرف فيما يتعلق بمجموعة أمور بالأشرر الثلاثة الأخيرة إذا كانت أكو وفرة عن الموازنة لحنا ما عدنا وفرة كبيرة بس عن الموازنة أكو وفرة عن السابق فأخذناها ناحية القانونية حتى لا نخالف قانون الموازنة وإن شاء الله نقوم بإطلاق هذه الأموال هنا قرارات أخرى أيضا لوحدة منهم موافقة على تأجيل استفاء مبالغ الرسوم القمرقية المفروضة على مواد داخلة لبناء مجمع الإمام حسين عليه السلام في كربلاء أيضاً وزارة المالية تطلق مبالغ مناقلة مبالغ إلى وزارة النقل فيما يتعلق بتنفيذ مشروع كاسر الأمواج الغربي لميناء الفاول الكبير حتى يستمر وأيضاً مستحقات شركات المنثثة الكورية في هذا الموقع يتم صرفها بدفع فوائد الشهرية على المستحقات المتأخرة وأيضاً هناك مناقلة لوزارة الإعمار أو وزارة الصناعة فيما يتعلق بتخصيصات مستحقات مقاولين لتفاصيلها عند وزارة التخطيط وأيضاً موافقة على فقرات الواردة بكتاب وزارة التخطيط بشأن إكمال دوار الإمام حسين عليه السلام في كربلاء المقدسة هذا به إنجاز مستمر المقاول يريد يستمر فاطلقنا لمبالغ إضافية اللي هي مستحقات السابقة حتى يستمر في العمل ويكتمل إن شاء الله هذا الدور أيضاً قرار فيما يتعلق بتسجيل المركبات الخاصة بشريحة لوي الإعاقة والإحتياجات لإعفاءها من القمرق هذا أيضاً قرار من السلوزراء تعديل للقرارات السابقة لتسهيل هذا الإجراء وهناك أيضاً آلية تتعلق بالأضرار والاندثار للمشاريع في العراق تعرفون هناك مشاريع عديدة في العراق بعضها تلكأت بعضها تأخرت جزء منها بسبب قلة التمويل لأن كانت سنين عندنا توجد شحة في المورد المائي بسبب انخلص على النفط فبعضها صار ضرر هذه تحتاج إلى تقييم المقاولة الدعشي إحنا ندعي شيء يحتاج تقييم لهذه الأضرار حتى نحسبها فمجموعة إجراءات وافق عليها مجلس الضراء اللي هي أيضاً فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية المشروع إذا أخذت الاندثار والأضرار به حتى لا يكون هناك مطالبات غير صحيحة أخيراً إحنا نتوقع الآن إحنا إن شاء الله الحكومة مستمرة في إجراءاتها وفي تحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة إحنا خلال ثلاث سنوات الحمد لله بنينا جيشاً معداً ومهنياً وحامياً للوطن ولجميع المواطنين وأيضاً منعنا تقسيم البلاد وأيضاً أكدنا وحدتها والعراق تحرر من إرهاب داعش قضينا على داعش وقتلنا داعش في العراق بسطنا سلطة الدولة على جميع الأراضي العراقية خلال تلك الفترة وحفظنا الثروة الوطنية رغم هبوط أسعار النفط بشكل كبير وحطمنا جدران الطائفية بشكل مرحوظ واصلحنا العلاقاتنا الخارجية هذه هي القوى التي تحلينا بها والحمد لله هذه بعض النتائج التي كانت مستحيلة من وجهة نظر الآخر وغير ممكن تحقيقها في هذه الفترة وهذه دلائل على قوة هذا الشعب هذه القوة التي نفتخر بها والتي حققناها بتوكلنا على الله تعالى وإيماننا بقدراتنا وقدرة شعبنا وقوة التضحيات التي وهبها شعبنا لتحقيق كل ذلك مشروعنا عراقي وطني لا شرقي ولا غربي نطلع لإكماله نطلع لترسيخه من أجل مصلحة العراق ومن أجل مصلحة جميع العراقيين من دون تشبث بالسلطة بل نلتزم بالإجراءات الدستورية ونحترم توجيهات المرجعية العليا ونستجيب لها ولم نطالب يوما بأن نتشبث بالسلطة أو تكون الدورة الثانية إن بعضهم قالوا الدورة الثانية بس ماكوا دورة الثانية أقول لكم من الأول أنا لم أكن أريد دورة ثانية منذ الترشيح للانتخابات لم أكن أريد أن أرجع الانتخابات وشفتوا أنتوا تسجيل قائمة النصر كان باليوم الأخير للتسجيل آخر قائمة إحنا سجلناها لن أريد الترشيح لسبب بسيط أقوله كنت أقول العملية الانتخابية عملية شاقة ويصير نزاع بين الفرقاء ويصير تسقيط العملية الانتخابية طولت حدود تهيئ لها مع إجراء الانتخابات بحدود خمسة أشهر أربعة أشهر بعدها لإعقاد مجلس النواب وإظهار النتائج إنعقاد مجلس النواب انتخاب رئيس الجمهورية تكليف رئيس الزراء ورئيس الزراء الجديد يشكل حكومة بحدود ثمانة أشهر إلى تسعة أشهر فترة طويلة إذا أنا رشحت رح أكون جزء من هذا النزاع اللي يصير ولكن البعض قالوا لي أنت حققت نجاحات تكون الناس رح يذبها براسك ليش يخذلتنا ليش ما استمرت أمشيت مع هذا التيار وليتني لم أمشي لأن شفته حجم النزاعات اللي صارت بالانتخابات حجم الانتهابات وصلنا طالف بها أنا ما كنت أريد طالف أريد أوحد البلد أوحد القوة السياسية حتى نستمر بالمشروع لأربع سنوات أخرى لبناء البلد بالمرحلة اللي بعدها بصراحة دعينا إلى وحدة الكلمة تتذكرون حتى قبل الانتخابات ردنا ننزل بقامة موحدة حتى نوحدة بلد لكن شو صار نوع من الفوضى ونوع من الاتهامات والتهمنا في ذلك أيضا لم نكن نريد قائمة طائفية نريد قائمة عابرة الطائفية والحمد لله نجحنا اليوم كل يحشون الكل يحشون عابرة الطائفية والكل يعملون أنه عدم التشبث بالطائفية وعدم أن تكون هناك تجمعات طائفية في هذا الإطار وأصبح الناس يدينوها هذا أرطان تقدم وهذا نجاح قطعا لا يجد تشبث نحترم إجراءات العملية السياسية بل ندفعها إلى أمام وندعو إلى سلعة التشكيل وأنا من اليوم من الأول كنت أقولهم فأجأكم في قرارات أخيرة وتشوفون شو ما نشبث بسلطة وأظن هذا استحقاق اليوم وصل إحنا رح نستمر بمتحمل مسؤوليتنا ونسلم المسؤوليتنا يجب أن يكون تبادل السلطة في العراق سلمي مو بالتهديد مو تظهر جماعات مسلحة وتأدد مو الصراع ينزل إلى الشارع إن شاء الله كما أعطينا درس في تحرير العراق من الإرهاب في توحيد العراق في توحيد المواطنين في محاربة الطائفية إن شاء الله نعطي درس في التخلي عن السلطة والتبادل السلمي للسلطة إن شاء الله شكرا شكرا جزيلا سيادة الرئيس آسف مساء الخير وليد الشيخ مراسل قناة الحرة أتمنى أنه يسع صدرك لبعض الأسئلة وهي سريعات إن شاء الله الأول يتعلق بالبصرة متظاهروا البصرة في اتصال معهم أكدوا أن ما حصل في البصرة هو يتعدى قصة نقص المياه إلى آخره هناك معاناة حقيقية من الميليشيات التي تسيطر على مقدرات هذه المدينة لا سيما في المنافذ الحدودية في ميناء البصرة وغيرها لذلك طفح الكيل ولربما كان الماء هو الشرارة على عكس ما يحصل في الطبيعة طبعا سؤال الآخر فيما يتعلق في قصة الحوارات يبدو آسف يبدو أن تشرذم قائمة النصر دفعت آسف عذرا دفعت بالسيد العبادي إلى الإعلان الآن من عدم الترشح شكرا جزيلا وأتمنى أنه يسع صدرك شكرا طبع بالنسبة للبصرة أنا أتفق معك ربما أكو حاجة حقيقية بس تم استخدامها لأهداف أخرى وهذا الاستخدام البشع لأهالي البصرة وخدمات البصرة من أجل تهديد البصرة هذا غير مقبول أنا ما لدي التمجيه معينة كل من تورط في البصرة وأراد أن يحرق في البصرة حتى يتقاسم غنائمها هذا مدان يجب أن ديننا جميعا بالنسبة لهذا غلط بالعكس النصر الآن أقوى توحدا من السابق لأكو دعايات أكو دعايات على أرقام كلها خاطئة أنا عندي موقعين بالنصر حديثا اللي هي ثلاثة أربع النصر موقعين مع النصر ربع الآخر متردد بسبب الوضع السياسي يقول لك ما يدأتحمل مو ضد مو ضد ترشيح لعبادي قال أكد وإنما عنده وجهة نظر بالتحالفات موضوع ثاني هذا على أنه أنا عمري ما صليت على الترشيح وكان رأيي يؤخر الترشيح إلى مرحلة متأخرة جدا لأن مشكلتنا مو ترشيح رئيس الوزراء الآن هذه في مرحلة متأخرة بس البعض أثارها مقدما حتى يخلط الأوراق بصراحة وهذا خلط غير صغير فهذا الموضوع غير صحيح النصر قوية والنصر إن شاء الله تستمر في مشروحها الوطني لإصلاح الأوضاع في العراق ولعبور على الطائفية وعلى الخلافات في داخل العراق شكرا لك سيادة الرئيس سقر منذر من قناة داباليو تي بي يعني بداية هنا لك أنباع عن ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء من تحالف سائر وماذا صحة هذا الخبر والثاني ما هو رأيك ببيانة مرجعية بشأن عدم 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 تخصيص أو منح ولاية ثانية من رئاسة الوزراء شكرا لك ما صور التصريح كان بهذا الدقة المرجعية تحدثت عن الوجوه السابقة أن لا ترشح مرة ثانية وأنا أكد احترامي لأي توجيهات المرجعية والتزام بهذه التوجيهات الأمر الثاني أنا ما أقدر أعلق على ترشيح لا أترك الكتل السياسية والعمل السياسية هي اللي تمضي بهذا الجراء محمد سلام أعيكم سلام إيشام وقالت نينة للأنباء سيارة الرئيس متما تعرف أنه سعار النفط بدأت بالتعافي خلال الفترة الحالية يتجاوز الآن 75-76 دولار للبرميل هناك يعني محاولات للعراق من أجل زيادة إنتاجه خلال فترة مقبلة وتعويض السوق النفطية عن خروج محتمل وكبير لإيران من السوق النفطية خلال العقوبات الأمريكية المفروضة عليها هل هناك من إجراءات حكومية للتخفيف من كهل بعض الضرائب التي فرضت خلال الفترة الماضية وخاصة منها ما يتعلق بنافذ حدودية مثلا بعض البضائع أو حتى على مستوى العقارات الموجودة هناك ضرائب زيدت خلال فترة من 2014 ومن الخفاض أسعار النفط لحدنا هل هناك خطة للتخفيف من هذا الأمر شكرا جزيلا بالطبع يعني أنا أخلي أكون صريح نحن راجعنا لكل الضرائب يعني ضريبة بيع العقار كانت 10% صارت 12% كانت 10% قبل صارت 12% لزيادة 20% مع التضخم اللي صار ما أصور ثم حتى الضرائب أكو ضرائب أخرى فيما يتعلق بالقمار هو لحماية المنتج المحلي غالبا إغراق السوق العراقية ببضائع رخيصة بحيث أي صناعة محلية لا تنشأ نريد نحمي السوق العراقية حتى تنشئ صناعات داخل العراق ونخلق فرص عمل وهذا اللي صار بس بدليل أنه أنظروا الأسعار مرتفعة يعني إذا ماكو ضرر بالغ يعني مستوى الأسعار محافظ عليه إحنا فقط نريد نمنع واستغلال إغراق العراق سياسة الإغراق خطر على بلد ينهار البلد نريد نوقف سياسة الإغراق حتى نشئ والحمد لله لاحظوا أنتو خلال السنوات الماضية بديت تقرأ فالشي صناعة في العراق سابقا كوش ما تقرأ هس تقرأ إشياء صناعة في العراق صناعة في العراق هذا ريدنا زيدة حتى نخلق فرص عمل والاقتصادي تعافف شنو؟ بطبع ما عندنا سياسة خلق واضح نحن نمضي بسياسة ماضين عليها في زيادة إنتاج النفط وتزيير النفط ما عندنا خطة لاستبدال النفط الإيراني لعلي عقوبات ما عندنا الخطة لا نبحث عن هذه الفرص أصلا وأن ما عندنا سياسة ماشيين على سياستنا في زيادة الإنتاج وبيع نفطنا للسوق العالمي